النهاردة بيوافق اليوم العالمي لهشاشة العظام اليوم ده مهم لزيادة الوعي بأسباب الإصابة بالمرض ده وأهمية الكشف المبكر عنه خصوصاً أن احنا بقينا نشوف كتير قوي من الشباب الصغير دايماً بيشتكي من عضمه دايماً بيشتكي من واجع العضم فمهم النهاردة اليوم ده يعني يرفع الوعي شوية من المشاكل اللي ممكن نقابلها أو أخطار كتيرة مستقبلاً خاصة وأن تداعيات هشاشة العظام بتزيد خطورتها مع التقدم في العمر أنا كان ليا صديق ليا بيشتغل في أحد مستشفات الصعيد منتدب يعني بيقولي أن بيخش عليه حد عجوز 80-90 سنة وهو صالب طوله يعني واقف كويس جداً ممكن يبقى عنده مشكلة في الكلة عنده مشكلة بتاعلكم عندهمش الانحناءات اللي بتيجي كل أهل المدينة طبعاً السبب في الشمس الناس دي بتاخد شمس كويس جداً طول الوقت بتبقى واقفة في أثناء الزراعة فده اللي بيخلي يعني عضمهم كويس إحنا بالنسبة لنا إحنا يعني في مجتمعنا أو في المدن المشروبات الغزية مشروبات الغزية والشمس حكتين يوا معلاقة بشكل كبير جداً بها شاشة العظام حنتناقش عن هذه التفاصيل بشكل أكثر تفصيلاً بصحبتنا الدكتور حامد الجهري إسشاري جراحة العظام بالهاية لعمل المعاهد والمستشفاءات التعلمية أهلاً بحركة فانت أهلاً بيك إزاي حضرت في البداية يعني إيه هشاشة العظام والمرض ده بيجي إزاي وما هي أبرز أسبابه في العصر الحالي هو مرض شاشة العظام هو مرض بيصيب العظام بيبقى فيه أن يحصل نقص أو قلة في الكسافة العظمية أو الكتلة العظمية تؤدي بعد كده إلى تآكل في النسيج العظم وينتهى الموضوع بحدوث كسور ويد خطرته ولذلك هو مرض صامت كامن وخطير صامت ليه؟ لأنه هو ممكن يبدأ والمريض ما عندهش أعراض معينة كامن لأنه بيبدأ المرض في التآكل في العظم بالتدريج على مدى سنين يعني بتظهر الأعراض متأخرة خطير في الكسور اللي بيعملها الكسور خطيرة جداً ليه؟ لأنه ممكن تحصل في العمود الفقري وكسر العمود الفقري ده ينتهي بشلل جزئي أو نصفي أو يحدث كسور في عظمة الفخت أو في عنق عظمة الفخت وده الكسور المزعجة اللي بتأثر على كبار السن طيب ليه؟ وليه بنشوفه يعني أسبابه إيه أصلاً؟ وليه بنشوفه عند الستات أكتر؟ الستات دايماً محظوظين أنه هما بيحصل لهم مشاكل أكتر ليه بقى؟ يعني واحدة من ضمن ثلاثة عندها هشاشة عظام واحدة من كل ثلاثة؟ أيها على مستوى العالم أو لمصر؟ على مستوى العالم على عكس الرجال الواحد لكل خمسة فوق الخمسين سنة الستات يعني ليه؟ علشان كده أن من ضمن الأسباب الرئيسية لهشاشة العظام هي الهرمونات اللي بتقل عند بعض المرضى وخاصة الست يعني مثلاً عنده خمسة واربعين خمسين سنة يبدأ يحصل نقص في هرمون الأستروجين بالتغيرات الهرمونية أو الفيسيولوجيا اللي ممكن تحصل للست من ضمن الحاجات اللي بتسبب لها المشاكل كمان أنها تدخل في مشاكل نفسية أو اجتماعية أو ما تكونش عاملة إعداد للمرحلة اللي بعد المرحلة دي المونوبوز يعني؟ نقص الهرمونات دي يؤثر جداً لأنه هو من الهرمونات المهمة جداً لتنشيط الخلية اللي هي بتكون العظم لأن العظم عبارة عن إيه؟ العظم إحنا بنعتقدش ساعات أنه هو كتلة صلبة كده زي الحديد لا هو كتلة متحركة مستمرة التجديد لأنه بتكون من خليتين مهمين جد خلية بتبني والخلية التانية بتهدم ولذلك هو في حالة تيرن أوفر مستمر كلما الخلية اللي بتبني دي ناشطة وكويسة بتبني العظم كلما الخلية التانية اللي بتهدم هي الأنشط تهدم العظم يقوم يدخل المريض فيها شاشة عظام المرض ده منتشر بشكل أكبر فين؟ في القرى ولا في المدن المصرية؟ انت زي ما حاضرتك نوهت دي نقطة مهمة جداً علشان نقول العظم إيه الحاجات اللي بتحافظ على العظم بتاعنا بشكل جيد؟ فيتامين دي؟ فيتامين دي من ضمن الفيتامين دي بيبقى متواجد دايماً تحت الجلد وبيحصل له تنشيد بالسان ريس يعني بالضوء الشمسي يبدأ يتحرك ويروح للكبد وبيعلن الكيلة يحصل له تنشيد آخر علشان هو ليه وظيفة هامة جداً امتصاص الكالسيوم من الأمعاء فعدم امتصاص الكالسيوم مهما تاكل كالسيوم والفيتامين دي مش متواجد ما بيحصلش امتصاص لهذا الكالسيوم اللي هو العامل الرئيسي الأسمنت الرئيسي وقت قد ايه؟ يعني وقت ايه اللي المفروض واحد زي ما بيقولو كده يتشمس فيه؟ ساعة كام؟ يعني مدة ساعة بنقولها مثلاً اللي هي الفترة اللي قبل درجة الحرارة العالية وبعدين الفترة برضو اللي قبل الغروب فيعني الناس اللي بتقعد فيه بنشوف كبار السنة بيروحوا النادي يقولك أنا رايح أتشمس أنا رايح أقود شمس ودي حقيقة ودي حقيقة لكن يعني يبقى جسمه وجلده اكسبوز دول لازم يبقى مكشوف مكشوف علشان يحصل أن أشعة الشمس تبدأ تشتغل على البرو فيتامينز دي وتعمل له إعادة طنشيط وتحوله بقى للكبد والكلة اللي هما هيعملوه طنشيط النهائي جلده ايه يعني ايد مثلاً رجل أصبايتم جيداً مهمة جيداً لكل حاجة الوجه الرجلين يعني الناس اللي بقى تمارس رياضة من غير ما ياخد باله انه بتعرض للشمس يعني فيه ناس مثلاً بتصحى الصبح تلعب تينس مثلاً أو تجري في التراك لابس شورت ولابس تي شيرت وبيجري زي ما تفضلنا قلنا الفلاح اللي نازل الصبح يشتغل في الأرض بتاعته هيتعرض للشمس كويس جداً وبياخد الشمس وصحته مع شكاية تبقى أفضل أه طبعاً عدم التعرض للشمس وعدم ممارسة الرياضة والنشاط الحركة يؤدي إلى هشاشة عزام طيب إيه بقى بيعمل تاني هشاشة عزام وإيه الأكل اللي إحنا لازم ناكله في البيت على فكرة بس أنا عايزة أقول حاجة ليه الأكل دايماً امتصاص المنرلز اللي فيه أو المعادل اللي فيه قليل قوي جسمنا بيمتصوا بطريقة قليلة قوي إيه الأكل اللي هيزود الكتلة العضلية أو الكتلة العضمية اللي بتبني دي ناية تبني أكتر والحاجات اللي إحنا بنقولها من غير ما ناخد بالنا منها بتهد يعني أهلينا بسعاً يعودوا قلولنا المشروبات الغازية هي بتسببها شاشة عزام صحيح صحيح كل الموضوع مرتبط بمعرفة العضم يتكون من إيه يتكون من ألياف ألياف عضمية بروتينية وبعدين بيترسب عليها مادة كالسية يعني مثلاً تشبيه بسيط العمود الخرصانة المسلحة يتكون من أسياخ وبعدين بنصب عليه صب أسمنتية الصب الأسمنتية دي هي المادة اللي بتصب على الأسياخ الحديدية اللي فيها الكالسيوم والماجنيسيوم والبوتاسيوم والفوسفر اللي هي بتكون المادة الأسمنتية الصلبة اللي بتمسك الجدور اللي هي الحديد كالسيوم ماجنيسيوم وبوتاسيوم والفوسفر اه ايه الأكل اللي فيه دول حاجة دي الأكل اللي فيه ده يعني الكالسيوم معروف موجود في معظم الألبان صحيح بمشتقتها صحيح موجود كمان في السردين وفي السالمون متواجد جداً وكمان الفيتامين سي اللي موجود في اللامون والبرتقان لأنه عامل مهم جداً لترصيب الكالسيوم وتثبيته على العض أه البروتينات اكytic เอشيوك عشان الفيتامين دي اي установ اك daran اي學�ك اللي هو الصفار البيض الصفار البيض اه وبرضو الأسماك كلها لأن فيها الاميجا والاوميجا سري طبعا اللي بتساعد على تواجد فيتامين دي دايما المستني ما فيه دكتور ناس تقولك واالله بناكل كل ده يعني وبنكلفوا ونجيب السالم منه كل حاجة صحيح وبردو عدمهم واجعهم ما فيش حركة ما فيش تعرض للشمس الحركة قليلة جدا أو مصابين ببعض الأمراض ما فيه أسباب أخرى غدد مثلا الحاجات دي الكبر عدم الحركة أو المريض يرقد في السرير مدة طويلة يعني كان مكسور ورائد مش قادر يتحرك أو مصاب مرض مزمن يعني مرض مزمن يأثر فيه يعني أو مصاب أمراض من الغدد زي الغدد درقية أو البرد درقية أو الكذرية أو النخمية كل دي هرمونات بتعمل تقلل من ترسيب أو تكوين العضم أو يعني بقى يعني هو بيمارس رياضة ما بيتحركش أو تخين أو عنده سكر أو عنده ضغط أو عنده أمراض كبد أو أمراض كلا كل دي حاجات بتقلل من تكوين العضم لأن العضم ده جزء حي مهم جداً جوه الجسم لأنه هو مخزن للمنرالز المخزن اللي بيطلع الأملاح والمعادن ويعمل التغير الفيسيولوجي بتاعت الجسم طب المياه الغذية بجد بتعمله شوشة عظام؟ أه بتأثر طبعاً لأنها بتأثر بتأثر على امتصاص الكالسيوم والفيتامين دي من المعدة فكترة استخدامها وخاصة مع الأكل بتأثر يعني أنا بأكل وبعدين في نفس الوقت بشرب معا مثلاً أي نوع من أين ما يكون بيأثر على امتصاص الكالسيوم والفيتامين دي طب حلينا نبقى أكثر دقة المياه الغذية السوداء هي اللي بتأثر على شاشة العظام؟ كلها كلها يعني هو السباركلين جوتر كلها أو المياه الفوارة هيا دي هو ده العنصر؟ كلها بأنواح مش اللون لا لا مش اللون أبداً اللون ده حاجة بس كده تغير شكل اشربها بيضة مفيش مشكلة مرضو؟ كلها تؤثر ليه بقى يا دكتور؟ لأنها هي بتنزل مادة فيها جواها مادة بيتداخل مع عملية امتصاص الكالسيوم في البعد الكالسيوم في المعدة لما بينزل عن طريق الفم محتاج درجة معينة من الحموضة أو الألكلي بحيث أنها البيئتش تكون متوازنة يعني بحيث أنه يمتص دي أول ما بتنزل بتغير درجة الحموضة فخلي الكالسيوم ينزل مع الماء بعض الأمراض كمان بتاعت الأمعاء ويتهيأ للواحد أنه هو بيهدم علشان يلاقي الموضوع يعني يلاقي معدته رائد بدري هو بيهدم بقى كله وينزل هي خدعة آه خدعة طبعا ويفقد فيها الكالسيوم اللي هو بيأكله ويقول زي ما حداك تفضلت أنا بأكل عادي والمشتقات دي كلها بأكلها لكن اسأله بقى يعني في الهيستوري بتاعه يقولك آه باشرب يعني في البداية احنا قلنا الأطفال بيشربوا حاجات كثيرة قوي من الحكاية طيب دكتور خليني أقول حاجة أنه رحلة العلاج بتبقى مؤلمة شوية لأي حد عنده هشاشة عظام أنا عندي حد في العيلة عنده حاجة كده فعرف الموضوع صخيف قوي وللأسف بيدخلونا في قصص كتير يعني فايبرو مايولوجي ويقدر يدخلوك في قصص كده كتير قوي فهل أصلا ده بتعالك هشاشة العظامة ليه علاج ولا لأ نقدر نسيطر لو هو ما بيتعالكش نسيطر ازاي على الموقف ومنعمل ايه يعني المريض بيجي لحضرتك بتاخد معارح لعملة ازاي هو مرض فعلا صامت وكامن وخطير خطير ليه لأنه ممكن ينتيب كسر ويودي بحياة الإنسان في النهاية طريقة العلاج بتاعته احنا لازم نشخص ولذلك اليوم العالمي ده يوم مهم جدا للتوعية الإعلامية اللي احنا بنعملها دي وفي نفس الوقت بنعمل ندوات طبية والخاصة العاملين في الكوادر الطبيعي زي ده كاترة والطمريد كل العاملين المتواجدين للتوعية يعني نعرف ايه هو هشاشة العزام يعني فيه ناس كتير جدا ما بيعملوش من قياس هشاشة العزام بعد سن الخمسة واربعين او الخمسين سنة يجب على المرأة انها تعمل دوري الكشف عن هشاشة العزام وتعرف درجته هل هي عملية ضعف ولا دخلت في درجة من الهشاشة ودرجة الهشاشة الخطيرة ولا غير خطيرة فاحنا في البداية نقول نحاول نوع المريض لما يكون ما وصلش لمرحلة الهشاشة المزعجة الخطيرة اللي احنا خايفين منها يعني اذا كان تخين نقوله قال للوزنك ما بيمارسش رياضة بعد اذنك حاول تمشي مرتين تلاتة في الاسبوع في التراك او في الشارع بحيث ان يعمل لك تنشيط حرك زي ما اتكلمنا عرض جسمك لاشعة الشمس بعد اذنك كل اكل متوازن متوازن يكون مزبوط فيه انواع من البروتينات المدرس البعادن المعادن المهمة جدا بالنسبة للكالسيم والقلبان الناس كتير قوي دلوقتي بتجي تقولك او في موضة كده انا عندي مشكلة مع اللاكتوز فانا مبطل لقلبان فعلا في ناس عندها بعض الامراض اللي هي مختلقة جواها او هي يعني مولود بيها اه واخدها وراسها من ضمن الامراض دي اللي حضرتك تفضلت وقلت عليه ودي من الامراض المزعجة او واحد يكون عنده ده مرض مزعج جدا في الامعاء برضو بيعمل عملية عدم امتصاص للكالسيم فطبعا يعني المريض لما بيبقى لو في مرضة بيسمعه الكلام في ناس تانية متسمعش الكلام خالص يستمر على اللي هو فيه يفضل تخين ما يمارسي الرياضة ما بيأكلش اكل متزن عاود يأكل طول نار اكل من برة مش موزون فدفنت لي حصل له مشكلة مش قادر تعمل له حاجة وبعدين هو مرض زي ما حضرك مزعج يعني هو يبدأ بألام خفيفة كده في العمود الفقري وبعدين المريض يجي يقول يا دكتور انا قصرت انا بقيت قصير حوالي وين انشي او اثنين ونص سنتي او ثلاثة سنتي بيحصل انضغاط كسر انضغاطي في الفقرات يقصر او يجي له كايفوزيس يعني يتحنك يا امحني والانحناء ده ممكن يقصر كمان على الرئة يقول انا مش قادر اخد نفس يا دكتور والاخطر ما فيه بقى ان يكون درجة هشاشة العظام وصلت للمرحلة اللي هي الرد اللي بتظهر لنا في مقياس هشتلزام يعني المريض لازم يعمل المقياس ده باستمرار كل ست شهور الرد ده الاخطر حاجة اه ده خطير ويبدأ الماينس بتاعه يبدأ ينزل طيب دكتور عشان الناس تبقى عارفة بس في اختام الفقرة المقياس بتعمل عند اي دكتور عظام عادي خالص بتعمل عند مراكز للاشعة المريض بيدخل عند مركز اشعة اشعة خفيفة سينية بتغطي جسمه كله بتظهر اماكن خطيرة جدا اللي احنا بنركز فيها اللي العمود الفقري وعظمة الحود ومفصل الحود وعظمة الفخت واليد الحاجات اللي احنا بنشوفها العيان يقع بسهولة جدا يتكسر يجي له يتكسر في عنق عظمة الفخت يتكسر في العمود الفقري الثلاث مخاطر اللي احنا بنخاف منه فوق الخمسة واربعين ساعة صحيح ما تستنوش لوقت لما تكبروا تطلعوا على المعاشة وتقول لك تشمس يبقى ظهرك التنى خلاص وما فيش امل فلازم من دلوقتي تاخد جرعة شمس كافية فيتامين دي حتى لو خدته من الادوية عمره ما هيبقى زي اشعة الشمس لازم نبتعد عن المشروبات الغازية بكل انواعها مش السوداء بس السوداء والبيضاء والمرتقلية والخضراء وكل الالوان لان السباركلينج ووتر او المياه الغازية تؤثر هي المادة نفسها بتؤثر بشكل اساسي ويقولك دي بتجيبها شاشة العظام النهاردة اليوم العالمي لها شاشة العظام اتكلم معانا عن هذا الامر بالتفصيل الدكتور حامد الجهري استشاري جراحة العظام بالهاية العامة للمعاهد والمستشفات التعلمية جزيلا الشكر والتقدير والاحترام لحضرتك شكرا يا فتا شكرا يا فتا